دعوات دولية جديدة للانخراط الجاد في عملية السلامة موجهة لميليشيا الحوثي أتت هذه الدعوات من واشنطن ولندن بعد تصعيد الحوثيين ضد محافظة مارب فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت الحوثيين إلى وقف عملياتهم العسكرية على الفور وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء هجمات الحوثيين داخل اليمن والسعودية خصوصاً وأن بلاده اتخذت خطوات لإنهاء الحرب وإبداي سعودية موافقتها على الدخول في تسوية تفاوضية بريطانيا من جهتها دعت الحوثيين لإثبات الجدية في السلام والوقف الفوري للهجمات وغرد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على تويتر مدين استهداف مأرب والجوف في الوقت الذي أكدت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي أن الهجمات تقوض جهود إنهاء الحرب في اليمن القلق الأمريكي والإدانة البريطانية أتيا بعد هجمات ميليشيا الحوثي في الثامن من فبراير لجاري على مارب بالتوازي مع هجمات مماثلة على الأراضي السعودية ووفق تقديرات رسمية أسفرت الهجمات الصاروخية على مارب عن أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحا كانت الخارجية الأمريكية قد اخترت في السادس من فبراير لجاري الكونغرس نيتها رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب بالتزامن مع وقف الدعم الأمريكي لعمليات السعودية في اليمن في خطوة بررتها واشنطن بإنهاء الحرب في اليمن ومع ذلك فإن ميليشيا الحوثي عادت للتصعيد العسكري وهو ما فسره مراقبون تأكيدا على أن الخطوات الأمريكية الأخيرة أعطت الحوثي الأمان من العقوبات وفرصة لتوسيع سلطته باتجاه مارب في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بمطالبة الحوثي بإثبات الجدية بالسلام الإثبات الذي عمره أكثر من خمس سنوات من ما سات اليمن ومعاناته